قالوا عليه مضطرب هابط وما بيفهمش في شغلنا وهو طلع ورد وقال أنا اللي كنت بصرف عليكو أبو الليف خرج عن صمته وقرر إنه يرد على كل اللي قلل منه من الملحنين والشعراء يطرق كلامه موجه لمين واللي قرر يكشف المسدور تعالوا نقولكو إيه الحكاية أبو الليف بقاله فترة كبيرة مختفية عن الساحة الفنية ودايما كان بيطلع ويقول إن سوء العمل اختلف عن زمان والناس ما بقيتش تحب تسمع غير أزواء وحاجات معينة واشتكى أكتر من مرة بشكل غير مباشر بسبب قلة العمل لكن كل ده كان ملتزم الصمت وما كانش بيرمي اللوم على أي حد ولا حتى بيحاول يتكلم عن أسباب غيابه لكن بعد السنين دي أبو الليف طلع لأول مرة يهاجم الملحنين والشعراء بعد ما تقرر الموقف أكتر من مرة ولقى إن الناس بتستعرق من إنها كانت شغالة معاه وبيقولوا على أغاني وأعماله فن هوبط وإنهم في الفترة دي فحياتهم ما كانوش عارفين هما بيعملوا إيه وطلع أبو الليف وقال أتمنى النظر في التاريخ نزول ألبوم سلف ودين وأسماء المؤلفين اللي كانت بتعاون معهم وباخد منهم أغاني وكنت بسعيدهم وبمدي إيدي ليهم وبقدمهم للصاحة الفنية وبظهرهم وبعرفهم للجمهور للأسف وحاليا بينقر الجميل وبيقولوا إنهم كانوا شغالين مع مطربين هابطين وللأسف مع احترامي للي بيقول الكلام الفارغ ده ويكمل كلامه وقال لولايا أنا مدرب والنس اللي حضرتك كنت بتشتغل معاهم وتعرفت على ملحنين عن طرقهم ما كانش حتى عرفك ولا حتى سمع عنك حتى في البتجاز وكان زمانك بتقلف جوه الحميم مع نفسك ولنفسك لكن اللي بيحترم بيحترم نفسه ولكن إن لم تستحي ففعل ما شئ وكل واحد معدنه بينضح عليه وبيضل عليه وتربيته كمان ولأن الجمهور المحترم بيفهم وبيعرف وبيحس ومش هقول غير الله وكيلي وهيجيب لي حقي وحسبي الله ونعم الوكيل وربي قادر على كل شيء وحقي رب العرش هيجيب لي قريب بأمر الله تعالى واختتم هجومه وقال حبيت بس أعرف السيدة المتابعين وأوضح الصورة كاملة وأتمنى النظر في الصورة الألبوم والنظر في تاريخ نزوله ومعرفة ظهور المؤلف سنة كام وتعرفه من سبب وجوده في الساحة الفنية بالمناسبة ده أنا نادر أنور قبل ما تبقى شهرتي أبو الليف ده للعلم فقط لغير ولكم جزيل الشكر والتقدير والإحترام تحياتي ناس كتير وقفت في صف أبو الليف وقالت إنه لي مكانة فنية كبيرة ومهدورة وإنه بالفعل كان السبب في دخول ناس كتير للوسط الفني ومن بعدها أنقروا جميله وناس تانية قالت إن أبو الليف بيحاول يتصدر لتريند خاصة إنه حالياً الوسط الفني في مناسبات غنائية كتير ورغم كل ده هو ملهوش دور فيها وعلشان كده بيحاول ينفت الأنظار لي إيه رأيكو في تصرف أبو الليف؟ شاركونا رأيكو في التعليقات وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصلكوا كل جديد من موقع صوت الملايين